أكثر ما تستطيع الحكومات الوظيفية في العراق فعله هو استجداء مشغليها وداعميها لتحقيق بعض المطالب وإعطائها نوعا من الرسمية لتحس بأنها تحكم ولها سلطة على مؤسسات الدولة يتضح ذلك من الموقف الحكومي من التهديدات الإيرانية باجتياح شمال العراق في حال لم يتم تنفيذ الاتفاقية الأمنية الخاصة بإخراج المعارضين الإيرانيين من شمال العراق على الوجه الذي تريده طهران وذلك ما يواجه معوقات داخلية وخارجية دفعت حكومة بغداد إلى الطلب من طهران تمديد المهلة أو التساهل في الشروط الإيرانية وبحسب ما نقل موقع المونيتور الأمريكي عن مسؤولين إيرانيين أنهم لا يعتزمون تمديد الموعد النهائي لنزع سلاح وإجلاء جماعات المعارضة الكردية المتمركزة في كردستان العراق مهددين بأن طهران ستتخذ خطواتها التالية بعد تقييم كيفية تنفيذ العراق للاتفاق بينما حذرت السلطات الإيرانية من أن فشل بغداد في نزع سلاح الأكراد سيؤدي إلى المزيد من جولات القصف ضد المواقع الكردية وأمام موقف طهران المتصلب لم يجد رئيس الحكومة محمد السودان مخرجا إلا محاولة استعطاف إيران بطريقة وصفها مراقبون بالاستجدائية وهو ما جرى خلال لقائه بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في نيويورك على هامش مشاركته في الدورة الثامنة والسبعين لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وخلال مقابلة له مع وكالة بلومبرغ الأمريكية أكد السوداني أن العراق لن يسمح باستغلال أراضيه لأي اتداء على إيران ودول الجوار في إشارة إلى تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة شمال العراق وعلى نقيض ذلك لم يشر السوداني إلى وجود ميليشيا بيكاكال مصنف إرهابيا في العراق وإلى مطالب تركيا المتكررة بضرورة إخراجها الأمر الذي يؤكد أن سيادة العراق على أراضيه كما يراها السوداني ليست من منطلق وطني وإنما من منطلق ما يتوافق مع مصالح إيران وسلامة نظامها